عشان انتو بنتوا عارفين قصة كده كان فيه كلام جدا وانا عرفته مؤخرا فيه كلام جدا ان ابو تريكا كان مصر ان الموضوع يتعرف للناس الحقيقة كانت غير كده بالمر ابو تريكا قعد في قوضة مقفولة مع كابتن حسام البدري وقرر ان هو مش عايز يلعب المطش اللي جاي وكان من الممكن جدا ان الموضوع يعني دارة عنده شد عنده برد وتفر لعني هو ابو تريكا لم يصر على الاعلان قبل المطش بتلات ايام بالزبط احد افراد الجهاز الفني له صلة جامدة جدا بالادارة راح مبلغ الادارة الادارة راح تقدت الضوء الاخضر انها تفضح ابو تريكا وكان اول خبر ينزل عن موضوع ابو تريكا كان في الموقع الرسمي للنادي الاهلي رغم ان فيه اخبار كتير جدا 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 وخصوصا في النادي الاهلي بتستخبه وما بتبنش للعلن وفيه خناقات بتحصل ممكن لعيبة تضرب بعض بتستخبه ما فيش حاجة بتعلن لكن وافق مجلس الادارة انه انه يتحط على الموقع الرسمي للنادي الاهلي ان ابو تريكا مش عايز يلعب المطش اللي جاي رافض اللعب رغم ان ابو تريكا لم يكن مصرا على ان الموضوع يتعلن كان ممكن جدا مش عايز يلعبه خلاص برد صابة وطفر اي حاجة واحد في الجهاز وصل لمجلس الادارة مجلس الادارة قال لك نزل على الموقع الرسمي وهنا السؤال ابو تريكا تاريخه وانجازاته مع النادي الاهلي كان ممكن جدا تسعف له او تبرر موقفه والموضوع يعاده او تشفعله زي ما يقوله الموضوع يعدي الموضوع يعدي لكن الموضوع معداش هل هناك غيرة من نجومية ابو تريكا هل هناك تخوف من البعض ان ابو تريكا بقى نجمة هيبقى نجمة علينا كلنا هل هناك نية ان ابو تريكا بيشكل وحش قبل ما ينهي حياته الكروية هو طبعا اخطأ لا شك ولكن يا ما الناس بتخطئ وبتستخبى واذا كان ابو تريكا بقيمته دي بانجازاته دي بنجوميته دي اللي عملها لمصر وللنادي الاهلي النادي الاهلي ما يخبيش عليه والمين اللي هيخبي عليه نطلع لتقرير عن اللواء طبعا الاستاذ الوزير عمري فاروق واستقباله لمدربة